انا عايز عايزة نرجع بس اللقطة دي بنأولها تاني واحدة ارجع من البداية خالب ارجع لا اهي نفس اللقطة دي يا جماعة اه نرجع لها تاني هيجي وعلك تاني اه كان فيها يا كابتن عبر المزيد بص على مصطفى شلبي بص مصطفى لا نرجع من الاول خالص شوية حتى من الاول خالص يعني محتاجة سواني كده ترجع فيهم اهي ايوة 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 راحة لسا لمصطفى شلبي ماشي كمل كملها بص الضغط اللي هيحس على مصطفى شلبي هتتقطع منه الكرة انا عايزك تفضل مركز مع مصطفى شلبي سبك بالكرة خالص كرة تتنقل طبعا الضغط سيء جدا نص الملعب دايما فاضي في جاب ما بين نص الملعب والمدافعين بص مصطفى شلبي ركز على مصطفى شلبي هو اللي نحي تليمين بس هنا وقف مصطفى شلبي لو رجع اكتر من كده هو اللي مفروض يكون مع الرجل دا ويقابله لكن الرعونة اللي راجع بيها وانه هو راجع خفيف تكاسل تكاسل هتشوف الكرة تشطط ازاي وعايزك تبص على عمر جابر بعد الكرة نكمل كمل فينه عمر جابر عمر جابر اللي وراء اللي بيسدد دا على طول بص على عمر جابر رأسها هتعمل ازاي بص هيبص كمل 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 بس وقف هنا لقطة عظيمة دي قررت مرتين كمل هتلاقي بص له تاني كمل شوية كمل ممكن ما تبقاش معانا بس ده اخيرة احساس بلعب الكرة اه احساس لعيب الكرة اللي انا يعني لانه هو المفروض كان يغط هنا مكانه فبصت عمر جابر يأكد لك كلام دا ان فيه تخزل كبير جدا من مصطفى شالب في الكرة دي بالذات دايما الزمالك لما بلعب قدام فريق بلعب في فعلا منطقة تحس ان مع الوقت بيزهق في لغاية ما يجي في الجن بعد كده تحصل باستفاعة للفريق انا عايز اجيب الجن التاني لامري